موسيقى يمكن الشارع بيسمع الدورة البرلمانية الأولى الدورة البرلمانية التانية انتهى انعقاد الدورة البرلمانية الأولى ثم سيبدأ غدا الدورة البرلمانية التانية مصطلحات تبدو مألوفة جدا للسياسيين والنواب في مصر لكنها لسه محتاجة اننا نرجع نفكر نفسنا بيها في الشارع لانه من حق الشارع أو كل اللي بيحصل ده بيحصل في الآخر من أجل الشارع الفقرة النهاردة هدفها اننا نتكلم حضراتكم مين أهم التكتلات السياسية داخل البرلمان وإنه بيحصل في البرلمان وما هي الدورة البرلمانية التانية وأسئلة كتيرة في بلن احنا متشرفين انه نورنا في الستوديو النائب والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان مساء الخير لحضرتك مساء نوري فنم تشرف بحضرتك واحد أنشط النواب في المجلس يعني خليني أقولها كده على الهواء لأنه دي حاجة معروفة ربناي خليجي دي حاجة تشرفني يعني وبعد دقائق تنضم إلينا نائبة أميرة العدلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واللي برضو تكتل حقيقي نشط داخل البرلمان المصري وينضم إلينا عبر الهاتف أحد نواب حزب مستقبل وطن طبعا مش دي كل التيارات السياسية الموجودة داخل البرلمان لكن على الأقل هارد عايزين نقول أسئلتنا أو نطرح أسئلتنا بقدر الإمكان الحاجات اللي محتاج إعادة نطر أنا هبتدي مع سيادة الناب لأنه المصري الديمقراطي يعتبر صوت المعارضة داخل البرلمان وأنا محظوظة كده أنا مستفردة بيك دلوقتي فأقول برحتي برحتي هل حضرتك شايف أنه برلمان 2021 اختلف بأي شكل من الأشكال عن الدورة السابقة دولة البرلمانية السابقة ولو كان اختلف إيه اللي تغير هو الاختلافات فيه اختلافات يعني التكتلات اللي جوه المجلس اختلفت توزيعتها تماما يعني الفصل التشريع الأول كان الأحزاب في الأول الأحزاب كانت عندها 60 حاجة و60 عد وحاجة و50 حاجة و40 وهكذا وكان العدد أكبر من الأحزاب المرة دي العدد يمكن أقل شوية والتوزيعة مختلفة توزيعة متنوعة ما بين المعارضة والأغلبية لكن الأغلبية لها كتلة أكبر من هذا المجلس ده يعني أكثر من اللي فات يعني من بدايته يعني ده ده من حيث التمثيل من حيث التمثيل لكن هل الأقليات الحزبية حتى أداءها اختلف؟ صوتها اختلف؟ طريق التعاملها حتى مع الأغلبية البرلمانية؟ تقدر تقول أن فيها اختلاف؟ لو هتكلم على الحزب اللي بتشرف بالانتماء لي المصر الديمقراطي الاجتماعي فهو مثل المعارضة في المجلس وبنتكلم بأريحية في القضايا اللي بتبقى مطروحة بنقول أرأنا بغض النظر يعني التصويت في النهاية الأغلبية لكن فيه إتاحة أن احنا بنقول رأينا بوضوح وبنقدر نوصله وفيه أحيان كثيرة كان بيتم الاستماع وبيتم منقشة الرأي ده والوصول لأفضل الحلول يعني ما فيش حاجة بتقول أن الأغلبية بترفض الرأي الأقل لا طبعا فيه يعني منقشات الشكل الطبيعي لإدارة المنقشة داخل البرلمانية هل ما هل ممكن سيادة النائب يلخص لنا إيه الأدوار الأهم اللي حضرتك متوقعها أجندة حتى الحزب اللي حضرتك بتمثله في الفصل التشريعي التاني هقول لحضرتك إحنا طبعا يعني أول ما بنقول مجلس ويتبادل زهن الجميع القوانين الجديدة بس عايز أضيف برضو للسادة المشاهدين إحنا عنا في رأيي عشرات من القوانين الأديمة بالضبط عندنا قوانين كتيرة محتاجة تطبيع على أرض الواقع ومحتاجة رقابة إحنا ما ينقصنا بوضوح شديد الرقابة تفعيل القانون اللي موجود بالفعل والرقابة عليه علشان ينجح فيه قوانين كتيرة طلعت يعني ممكن قدي أمثلة مثلا زي قانون التصالح قانون في مجمله عايز يقنن وضع سابق كان فيه أخطاء بيعني تكاليف يقدر عليها المواطن اللي هي ابتدت من خمسين جنيه للمتر التطبيق على أرض الواقع بقى فيه إشكالية فيه 2 مليون و800 ملف تقدم اللي تصلحه حسب معلوماتي ما يجوش مئة ألف فهل 2 مليون و700 راه هو فين نزل فرئيس الوزراء عمل قرار جيد إنه هو قال الكرة تستسنى من هذا الأمر والكرة دي حوالي مليون و600 نعم تستسنى يعني إيه؟ يعني يتم قبول الملف وبعد كده اللجانة المختصة تنزل تعمل معاينات عشوائية دي خطوة عشان يحرك الملفات عشان العدد المهول حاجة تطبيقها هو في أرض الواقع حصل فيها اختلال فابتدى يحصل تدخل من دولة رئيس الوزراء عشان يحل الموضوع فإحنا اللي بينقصنا الحقيقة التطبيق على أرض الواقع يبقى سليم والرقابة عليه لو عايزني أقدي حضرك أمثلة أبتدي من عنوان الحلقة الجميلة النهاردة اليوم العالمي لكبار السن أقول لحضرك كبار السن دايما يمكن كنت في نقشة قانون التأمين الصحي والرسوم اللي بتتدفع كنت في المجلس السابق بدافع جدا بقول ندفحه مقال لقدر الإمكان لأن هم أصلا يعني في حالة المعاشات ما هياش الوضع بيتغير بشكل كبير أو باقتصادية بالضبط وفعلا المجلس السابق يعني قللنا شوية بس ما كانتش التخفيض اللي أنا كنت أتمان كبار السن هدخل على زاوي الإعاقة الحقيقة كان لينا كحزب مشاركة قوية جدا السبع شهور قدمنا طلبات إحاطة في الملف ده 13 مليون مواطن تحت مظلة قانون زاوي الإعاقة اتكلمنا عن بطاقة الخدمات المتكاملة اتكلمنا عن تأهيل المباني الحكومية اتكلمنا عن التطعيم اللي هم شديد الإعاقة والحقيقة حصل بعض استجابات في بعض الأشياء زي التطعيم مثلا بعد طلب الإحاطة بيومين كان وزارة الصحة أصدرت قرار بتطعيم الناس اللي هم شديد الإعاقة فيتو ففي حاجة بتتحرك طب هل هي بنفس المأمول لا أكيد يعني لأنه ما فيش حاجة بتدرك كلها مرة واحدة طب ما أنا عايزة أسأل حضرتك برضو يعني ما اسمحلي أن أنا هسأل أسئلة تبدو إنها بسيطة لكن أنا ساعات بحس من حتى من مقابلات الناس كده للناس لما بتقابلنا والناس برضو لسه مش وصل لها هو البرلمان ده بيعمل إيه سؤال وأعتقد أن حضرتك برضو أكيد بتتسئله كتير لو في عضية النهار ده في الشارع هل البرلمان يقدر يناقشها بكرة ولا فيه آليات مناطمة لمناقشة قضية أو موضوع شرح حالنا كده بالبسيط بالبسيط خالص طبعا فيه ليحة في المجلس بتناقش الكلام ده وبتنظم آليات تقديم سواء نقدم مقترح بقانون سواء نقدم طلب حاطة بينعاجل سؤال استجواب اقتراح برغبة كل ده موجود ليحة لكن وإحنا بنناقش الكلام ده فيه حاجات بتبقى عجلة بيتم الاستجابة على سبيل المثال لو ليس الحصر إحنا في شهر اتنين تعالت أصوات الناس جدا بالصراخ من التطبيق اللي هيحصل في شهر مارس اللي فات من قانون شهر عقاري فبسرعة تم نقشة يعني تم وقدمنا يعني أنا كنت الحزب المصري الديمقراطي قدمت قانون في 28 كان يوم السبت يعني 22 ابتدت المجلس يناقشه واحد واثنين وثلاثة تم صدور القرار وطبعا كان في الوسط كان تداخل سيادة الرئيس في هذا القانون أنه هو يؤجل العمل بالمدة 35 مقرر احنا كنت طالب إلغاءها هي أجلت بس يعني في النهاية فيه استجابة جزئية أو استجابة ما بالضبط إذن يعني بحسب كلام سيادة النائب أنه برضو عشان الناس تبقى متوقعة من المجلس المجلس عنده أجندة تشريعية طويلة لكن عنده أدوات زي أي النواب السادة النواب عندهم أدوات رقابية للأمور العجل فعشان بس ما يبقاش المجلس بيغضب لو النهاردة في قضية مش من الطبيعي أن المجلس بكرة يقبلها يناقشها في الجلسة إحنا كمان من ضمن زي ما أقول لك تفديت حلقة نفسنا النهاردة يكون معنا ممثلي كل التكتلات السياسية داخل البرلمان وطبعا كان نفسنا متشرف بأحد أعضاء حزم مستقبل وطن حاولنا التواصل لكن ما توفقناش أنه حد من الأعضاء يكون موجود يمكن ظروفهم ما سمحتش لكن إحنا بنشكر نائبة إيناس عبدالحليم اللي موجودة معنا على التليفون مساء الخير على حضرتك مساء الخير أهلا أستهلم أهلا بيك أهلا بيك سيدة نائبة أهلا بيك إحنا بنحاول نشرح للناس كيف تعمل القوى السياسية داخل البرلمان حزم مستقبل وطن هو حزب الأغلبية ووضح جدا في الفصل التشريعي الأول توجه المنحاز أكتر للشارع وتبنيل كتير من القوانين اللي لاقت قبول شديد في الشارع إلى جندة التشريعية الحزم مستقبل وطن اللي بتتمنوا أنها تطرح بقوة أو أن الحزب يتبنيها في الفصل التشريعي القادم الحزب يتبني المواجعة اللي بتبقى موجودة في الوقت الحالي يعني في قوانين لازم تتعدل لأنها ما تغيرتش من سنة 55 والدنيا تغيرت يعني من الحاجات اللي يعني أنا أتمنى أن نحن نخلصها لأن ما خلصنا هاش في الدورات في الفصل التشريعي الأول قانون المعامل التحليل اللي موجودة في السوق قانون معامل التحليل الفاسولوجية والإكلينيكية وكل الكلام ده لازم يكون فيه لها قانون ينظمها أن ما فيش قانون من سنة 55 قانون التخاطب عايزين عملية تبقى منظمة مش كل واحد زي ما شايفها بيفتحوا عيادية لهم دكاترة ولهم متخصصين وبيشتغلهم ومراكز وبالناس بتروح لها وبيحصل منها مشاكل كل ده لازم يتضبط بقوانين الصيادلة كان فيه قانون الصيادلة كنت ناقشنا فيه أجزاء وما استكمال لازم أفي قانون ما فيش حاجة ما هتصري فيه أي دوة من أي مكان بدون أي وصفة طبية أو شكة ما فيش حد في العالم كله بيعمل كذا يمكن حضرتك سيادة النائبة لأنك مهتمة بالجانب الطبي لكن لكن كمان عايزة أسأل حضرتك عن الدور الرقابي يعني كنا منتكلم ومعنا مشرفنا في الستوديو سيادة النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصر الديمقراطي وكنا متكلم عن الأدوات الرقابية أيضا حزب مستقبل وطن بردو يعني مش عايزة أقولك أنا مقدمة كم طلب أحاطة في خصوص السيادلة وأن المفروض أن اللي يجير الصيدلية لازم يكون صيدلي ما ينفعش واحد بلوم تجارة يبيع بيبيع الدواء ما ينفعش يتصرف دواء من غيره الشتة ما ينفعش يتقاس الضغط منحزة للطب أنا منحزة أن مشاكل الصحة من أهم المشاكل في مصر يعني التعليم وفتحهم أساس أي دولة فأنا تعليم بنشارك فيه لكن الصحة نمر واحد في مصر وأنا شايفة أن المبادرات الرئيس غطعت على حاجات كتير من المشاكل اللي كنا موجودين فيها وبنعانيها والموضوع دي عدد ده أثر حاجات كتير ووفقنا في مواضيع كتير يعني قانون التأمين الصحي الشامل الناسي ممكن مش حاسة به دلوقتي لكن خلال عشر سنوات هم حيغطي كل الناس هتشوفي وضع تاني تماما في إدارة العمليات الصحية في مصر اللي بنطبق الدستور واحدة من أكبر مشاكلنا في مصر هي المشاكل الصحية فأي انحياس للناس لازم يبقى فيه جزء كبير من الحديث عن الصحة صحة المصريين يعني أي مشكلة صحية بنواجهها احنا بنقدم ثاني يوم من الأدوات الرقابية على طول صلب أحد مشكلة مستشفى مشكلة مع أطباء فيها عندها مشكلة وعايزة تخلها مشكلة الصياد لو تكليفه كل ده بيتم تقديمه في لجنة الصحة عن طريق طلبات الأخاطة أنا بشكرك دي معاجل لو مشكلة كبيرة في بلد معينة بيتقدم وبيتم حلها في نفس الوقت يعني مش عايزة أقولك إن المواضيع والقوانين اللي جاي قوانين كتيرة بس برجع وأقولك إن في أولوية القوانين الحكومة أعتقد إن في أجندة متقدمة بعدد من القوانين من الحكومة يعني أعتقد إن موضوع الإيجار الأجيم وموضوع المسؤولية الطبية وتدريب الأطباء وترخيص المهنة كل ده أكيد الحكومة جهزت بي حاجة بناء على طلب الرئيس فأنا بستنين نشوف اللهم جايبين وإحنا عندنا كتير وإن شاء الله تبقى فصل دورة تانية أقوى من الدورة الأولانية عشان حتى بتبقينا يعني ندخل في موضوع تانية كتير عن اللي كانت معظم أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائبة دكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس أنواب عن حزب مستقبل وطن بسا معنا النائب إيهاب منصور رئيس هيئة البعلمانية الحزب المصري الديموقراطي وكيل لجنة الإسكان ونائب طبعا عن منطقة العمرانية وهو عنده كتير من القضايا والملفات بالمناسبة يعني سيادة النائب بصوا جايبل لنا إيه بتعرفوا بسا النواب بتاعكم بيشتغلوا يعني ده كتاب عن الفصل التشريعي الأول دول العنقاد الأول السبع شهور بس السبع شهور اللي فاتوا ده شغل نائب نشيط من نواب مصد مش كل نواب شطرين قوي كده بي حضرتك بس بعد الفصل اعتنضم إلينا كمان نائبة أميرة العدلي عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين وهي واحدة من التكتولات السياسية الكتير مننا بيبصرها بكتير من الأمل هم الحقيقة من أنشط الناس من أنشط الكينات داخل البرلمان بعد الفصل نكمل مع حضرتكم موسيقى مرة تانية أهلا بحضرتكم بنكمل فقرتنا وإحنا بنسأل أسئلة الشارع عن ماذا يحدث داخل البرلمان كيف يدار البرلمان العنوين اللي بنسمعها كل يوم في الأخبار محتاجين بس نفك اشتباك ونعرف يعني معناها من ضمن العنوين دي هتلاقي كده دايما أنه أخبار عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين عن ممثلين تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين هنشوف وشوش جديدة أو شفناها على مدار كمان الفصل التشريعي التاني أو دور العنقاد الأول في الفصل التشريعي التاني ودول ناس شباب زي الورد محتاجين نعرف مين هم نرضى مشرفنا ممثلة عنهم سيادة النائبة أميرة العدلي عضو البرلمان عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين من ورانا منورك خيالي أسألك على طول سيادة النائبة عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين بعض الناس تعتقد أو فهمة أنه شباب الأحزاب دول قدوا الحزب جديد اللي هو بيدم الشباب من هم أصغر من 45 سنة ده صحيح؟ لا طبعا يعني الاسم حتى واضح تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين يعني فيها شباب أحزاب شباب أحزاب إحنا عندنا أكتر من 25 حزب سياسي موجود فيهم شباب 25 حزب سياسي ممثلين موجود فيهم شباب سياسي مستقل جزء منه كان بيمارس العمل السياسي قبل كده وكان في أحزاب وهو ما بقاش موجود في الأحزاب دي وجزء تاني من الشباب دي لسه ما حددتش هي محتاجة تدخل أحزاب أحزاب إيه من الموجودة على الساحة بس فعليا التنسيقية هي مظلة بتجمع مجموعة كبيرة من الطيرات الفكرية والأحزاب إيه من الموجودة ليه موجود تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين وده سؤال طول الوقت احنا بتسأله تجربنا الشبابية من 2011 بما أني بقى يعني موجودة من يناير اقتلاف شباب الصورة تحت شباب الصورة كل التجمعات اللي حاولت يبقى موجود فيها عدد من الشباب أغلبها فشل ما قدرتش يتحقق حاجة ويمكن الظرف الزمني نفسه هو اللي حكم عليها بالفشل احنا في 2016 كان عندنا أول محاولة حاولنا أن احنا نجمع وقتها أنا كنت حزبية حاولنا أن احنا نجمع شباب الأحزاب السياسي عشان نقول والله فيه شباب موجود في البلد مش بس القيادات السياسية ومش بس المسؤولين السياسيين لا فيه شباب سن وصغير قادر أنه يقدم أفكار عنده مشروعات منها مشروعات تشريعية مشروعات قوانين منها مبادرات كتير محتاجة أن صوتها يوصل محتاجة أنها توصل لمؤسسة صناعة القرار في 2016 مع وجود عمل شباب والمؤتمر الوطني الأول حاولنا أول محاولة لكن ما قدرناش نكمل لزوف الماء جينا في 2018 كان عندنا بقى الإصرار والعزيمة أن احنا نتخطى بكل العقابات اللي فاتت وتشكلت تيمكن تشكلت فكرة التمكين السياسي للشباب بشكل أكتر ندوجا بصي هي الشرارة جات من وقت الرئيس ما أعلن في الولاية التانية أنه فيه أولوية لتنمية الحياة السياسية الشباب السياسي ساعتها الواعي بقى اللي بيقدر أنه يقرأ ما بين السطور وبيقدر يقرأ الخطابات لما بتتقال حسينا وقتها أنه لا فيه مكان لينا فيه الدولة بتتجه حقيقي لتمكين الشباب شباب الأحزاب لازم يكون له دور لازم صوته يوصل حاولنا واجتماعنا ووصلنا في الآخر لفكرة التانسية كان صعب جدا كل الناس كانت بتقولنا أنتو ازاي فيه ناس من اليسار والليبراليين ومعارضة ومؤيدين وازاي بتجتمعوا على فكر واحد دي كمان حاجة أعتقد لا وكل الأحداث في مصر بقى منها التحالفات السياسية نفسها كان بتقول الناس لما بتوضع على ترابيزة واحدة وهم مختلفين بيتخنقوا على الفصلة وعلى الكلمة مش بتفقوا على مشروع قانون احنا بنقدر نطلع مبادرات بنقدر نطلع ورق بنقدر نطلع أفكار بنقدر نعمل مشروع كامل مع بعض وإحنا مختلفين يعني ومختلفين في الأفكار ومختلفين في الشخصيات ومختلفين في الرؤى ومختلفين ما بين مؤيد وما بين معارض يعني حتى صناعة القرار نفسه أو الفكر الإصلاحي نفسه أحيانا إحنا بنختلف بس فيه في الآخر خط أنت يحطاه اسمه إحنا عندنا مشروع إحنا عايزين نصلح وده الفرق ما بين اللي بيعارد وعايز يصلح والعايز يتكلم بس اللي عايز يصلح بيلاقي خمسين ألف نقطة ممكن وصلها عشان ننتقل لقدام ونطلع خطوة لقدام يمكن بكلام يعني أستاذ أميرة عن التنسيقية النهاردة تبدو الترويزة أن هي كده بتمثل تنسيقية شباب الأحزاب بكل ما فيهم من حماس وانتوا أول مامية كلمة حسيت الحماس رجع لنا كده لكن وكمان معنا موانس إيهاب ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي وهو حزب أحزاب المعارضة تاني كان حاضر في المشهد وكان مدعو جدا للحلقة النهاردة الأحزاب أو حزب الأغلبية مستقبل وطن لكن هي فرصة مهمة وجود حضرتك وجود سيادة النائبة أميرة أن احنا نقول للناس كيف تدار هذه التكتلات إذا يعني تنسيقية شباب الأحزاب مجموعة منظمة جدا أقدر أشهد وكل اللي بتعامل مع تنسيقية شباب الأحزاب بسبب أي أن كان الأسباب بقى لم نوافق في أعداد كبيرة تبقى بتمثل المعارضة المعارضة بشكل عام مش بس المصري الديمقراطي قد إيه في المجلس؟ يعني بص حضرتك هو سؤال صعب ليه؟ خلص خلص حضرتك لأن احنا قد تكون المعارضة سبعين واحد في قضية من القضايا يعني أنا مثلا في الموازنة مثلا كنا حوالي أنا ما أذكر أربع أحزاب رفضت طيب إحنا منهم طبعا طيب إحنا فيه أوقات تانية كان ممكن يبقى حزبين ثلاثة لأنه مش كل المعارضة ليست معارضة من أجل المعارضة آه طبعا يعني المعارض حسب الموضوع يعني يعني تحفظات على بنود معينة وقلناها في كلامنا في المجلس بوضوح أن تصلحت هذه التحفظات أكيد مش هنبقى بنعارض بنعارض هذه الأرقام والإحصائيات سواء في التعليم والصحة وخلافها فيه تعاون داخل المجلس آه طبعا نحن نواب كلنا زملاء مع بعض باختلاف توجهتنا حزب سواء مستقبل وطن أو مصر الدموقراطي أو التنسقية احنا بنتكلم مع بعض في القضايا بنقض ننقشها في اللجان سوا فيه بيبقى تنسيق على قدر المستطاع في بعض القضايا حتى لو فيه قضايا ما حصلش فيها تنسيق على أعلى مستقبل أعلى مستقبل بقى كلنا اتفقنا زي مثلا كانوا الشهر عقاري احنا كلنا اتفقنا على والختام والختام والتحرر كان فيه قضايا كتير قوي عليها إجماع من الكل توافقنا كلنا وقلنا رأينا وكان الرأي شبه إجماع على هذه القضايا فالعدد ممكن نبقى في قضايا 20-30 ممكن نبقى في قضايا 70-80 فالعدد حسب القضية اللي بتتناقش إيه ده بيبقى العدد بتاعه لو قلنا المعارضة قد إيه حالوة يعني ما نقدرش نقول إنه الشكل القديم بتاع إنه تكتلات المعارضة المعطلة مش موجودة دلوقتي يعني في الوضع الجديد أو في التنسيق الجديد مجلس فيش معارضة معطلة لإصدار قوانين لكن فيه تنسيق بحسب الموضوع آه وكمان إحنا كمان يعني لما بنقول أي مقترح لنا أو أي اعتراض لنا على بنوت في قانون لا إحنا كمان بنقدم مقترحات حلول يعني دايما أروح حتى في طلبات الأحاطة اللي بأعملها بروح مجهز طلب الأحاطة طلبات إيه وكان مقترح كده اتفضله عايزين نشوف حاجة منهم وأحيانا كتيرا بيتاخد المقترحات دي والجهات بتحاول تنفذها وعندي نمازج كتيرا يعني في الكتاب في بعض الاستجابات اللي حصلت شوشت الكتاب دا أمين بقوله يعني مش ممكن أتعقد بقيت النوار بكتبوس دا كتاب دول العقاد الأول لا إحنا عندنا في دول العقاد الأول عندنا أداء ممكن نعمل منه شكرا؟ طبع آيوة تدي المنافسة دي المنافسة الإيجابية أنا بشوف كمان أنه في حالة من الحماس أنا شخصياً يمكن مش رفتاش قبل كده في أنه في تنافس حقيقي لخدمة الناس تاني لازم نوضح حاجة للناس قبل ما أسأل الجميلة أميرة عن أنه البارلمان مش دوره خدمي هو دوره أنه يراقب على تأدية الحكومة زي بتقدم الخدمات للناس لكن في أداء خدمية رظيم جداً ممكن تكلمين عن تنسيقية شباب الأحزاب إيه أولوياتها في دور الإنعقاد التاني في المجلس إيه الموضوع المواضيع اللي أنتوا اتفقتوا عليها برغم من الاختلافات الكثير اللي بكلمتين عنها طيب أنا عايزة بس أعلق على حاجة ألها زميلي يعني والموصف الديموقراطي هو عضوك التنسيقية كمان طبع فكرة هو المعارضة ما بتتأسي هي عشرين ولا تلاتين ولا سبعين شخص جوى البرلمان لأن الحقيقة أنه كل من هو ليس حزب الأغلبية فهو معارض وإحنا عندنا عدد كبير من الأحزاب ما هيش في حزب الأغلبية حقيقي القضية هي اللي بتفرد نفسها في فكرة التأييد أو المعارضة ما هو هي مش معارضة من باب المعارضة وخلاص لأنه فيه أوقات كان حزب الأغلبية حزب التقبل الواطن نفسه كان بياخد مواقف واخده يسار المنصة بالكامل فيه أحياناً بيبقى من أعضاء حزب الأغلبية واخدين مواقف من الواخدين ويسار المنصة والواخدال أحزاب المعارضة أو الأحزاب اليسرية جوى البرلمان فهي القضية هي اللي بتحكم هنا والقانون اللي متقدموا التعديلات المطروحة أنت مواقفك فيها عمل إزاي نرجع بقى للتنسئية إحنا عندنا أجندتنا التشفية طبعاً لكل نائب إحنا 32 إحنا متنوعين في كريان لكل نائب فينا عنده الأجندة الخاصة به لكن فيه أضايا عامة يعني مثلاً لما هنيجي نتكلم عن المحليات مفيش أعتقد مش بس النواب التنسئية مفيش نائب في البرلمان مش هيبقى عايز المحليات تتعامل بسرعة وعايز قانون المحليات يخرج للنور وده أولوية مش أولوية بس للنواب ده أولوية للشبع المصري يعني حضرتك زكرتي أن النواب مش دورهم الأداء الخدمي الحقيقة إن إحنا بنضطر إن إحنا نشتغل تشريع ونشتغل رقابة ونشتغل خدمي في ظل غياب المحليات في ظل غياب دور المحليات إحنا بننزل ونشتغل في الشارع بنبقى موجود مع المواطنين وده مش عيب بالمناسبة يعني أنا بشوف حتى إن النائب اللي بينزل يحتكب أهل دايبته وبيبقى موجود معاهم طول الوقت وشايف مشاكلهم إيه ده جزء من دوره إن هو يبقى محتك بالمواطن عشان يقدر يعبر عنه لكن المحليات هتحللنا أزمة كبيرة جدا فكرة إن إحنا نبقى حتى وإحنا بنرائب على المحليات مرتحين أكتر مش مضطرين إن إحنا نجري وراء أكتر من جهة وإن إحنا نخلص الطلب في أكتر من مكان عشان نقدر نحقق للمواطن مصلحته في قوانين تانية كتير موجودة على الأجندة أنا شخصيا من القوانين اللي على أولويات القانون الأحزاب يعني أنا شايفة إنه لا تنمية سياسية حقيقية في مصر بدون ما يكون فيه قوانين وبنية تشفعية تدعم التنمية السياسية الموجودة دي منها قانون الأحزاب إحنا بنتكلم في قانون بقاله فوق 60 سنة تقريبا يعني محتاج يتغير إحنا العالم كله بيتقدمه بقى فيه تصويت إلكتروني يمكن ده قانون مش عباوي أوي مش شارع مش مهتم بيه لكن أي حد عارف تأثيره على المدى البعيد على الشارع يبقى مقدر بالضبط لقوا فيه قوانين كمان متعلقة بالصحة والبرلمان الدول لنعقاد اللي فات كان فيه قوانين لمسة حياة المواطنين أي قانون يا مثل حياة المواطن هو أولوية وأي تشريع هو معمول لخدمة المواطن أولا يعني إحنا مش بنعمل تشريع عشان نخطه في الدرج وإنه إحنا طلعنا تشريعات شكلها حلو زي ما سياد الناب كان بيقول التطبيق أهم حاجة التطبيق وانا بختم عايزة أسأل حضرتك عن أجندة الحزب المصري الديموقراطي التشريعية رؤيتكم إيه الأداء اللي يخلي الدور أو دور الانعقاد التاني يبقى مميز أو يبقى مثمر زي ما كان الدور الأول لأنه بمقايز كتيرة دول العقاد الأول كان مثمر وكان فيه عدد كبير أوي من القوانين تم مناقشتها على غير العادة في هذه السرعة في إنجاز القوانين طيب هقول لحضرك العنوين لأن يعني التفاصيل كتيرة تفاصيل كتيرة احنا زينا عناوين بس لو اتكلمنا احنا نتكلم عن قوانين وقضايا تهم الشارع مش بس قوانين في قضايا تهم الشارع هقول لهم كده في عجالة القانون البنى المحليات زي ما حضرك قلت التصالح وإشكالياته اشتراطات البناء الجديدة وهدفها جيد جدا لكن التطبيق فيه إشكالية والاشتراطات نفسها الناس مش مقبلة عليها لم يتقدم أحد تقريبا في شهر خمسة وستة التجريبي وسبعة وثمانية وتسعة حتى الآن لم يتقد فهنا فيه فيه حاجة محتاجة نظرة زاوي الإعاقة زي ما كنت بقول محتاجين أن احنا ندعم ملفاتهم مرة تانية الصحة والتعليم طبعا يعني احنا محتاجين نراجع بقى ما يحدث في دي بقى نقدرون لها خضايا مش بس خضايا كبيرة ولمسة اليوم بتاع المواطن والتموين في قصة مثلا إضافة المواليد حاجات كتيرة يعني مش يعني يعني تفاصيل كتير والمعاشياته وكبر السن اللي اتكلمنا عنهم البرلمان منحز للشارع البرلمان منحز للشارع يعني بعض القضايا أشعر كده ومن مكاني أشعر بعض القضايا لا كان ممكن نبقى منقدي أداء أفضل في بعض القضايا أشكرك أميرة البرلمان منحز للشارع شايفة نوضحه لازم يبقى منحز للشارع لازم هل هو كده فعلا؟ في النهاية النواب منتخبين من الشعب عشان يمثلوا الشعب عشان يشوفوا مشاكل الناس إيه ويحلوها عن طريق التشفيع وعن طريق الأدوات الرقابية اللي موجودة ليهم بحكم الدستور وبحكم القانون أكيد أنا أعتقد أن احنا في دور الانعقاد الأول كان عندنا تحديات كبيرة بس كمان البرلمان ده مختلف عن أي برلمان كان موجود بعد سورة يناي البرلمان ده منحز للمواطن البرلمان ده إحنا شفنا في مناقشات كتير في البيانات الأدلة بيها الوزراء انحياز النواب للمواطن الدبات اللي كان بيحصل ما بين النواب في مناقشة البيان بتاع الصحة في مناقشة البيان بتاع التمرين في مناقشة البيان بتاع الاستثمار يعني إذا كان حتى القوانين حتى الآن المواطن مش حاسس بيها قوي لكن احنا لسه في دور الانعقاد تاني وثالث ورابع ولسه في قضايا كتير شائكة محتاجين ان احنا نحلها محتاجين ان احنا كمان بقى بنتحور فيها ومحتاجين ان المواطن نفسه يبقى شريك في داع عن طريق الحوارات المجتمعية أنا بشكرك شكرا جزيلا النائب أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين وكرر شكري كمان لسيادة النائب المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيسها البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بالمناسبة في انتخابات تانية واللجنة بتتغير ورؤساء والموكلاء وكل ترتيب بتغير في كل دور انعقاد أنا بشكركم شكرا جزيلا أنكم شرفتونا النهاردة يمكن وجودكم بيقول رسالة غير الكلام الكتير الحلو اللي قلتوه اللي كله الحياس للناس أنه حتى نواب وممثلي الشعب شبه الناس حقيقين بيتكلموا من قلبهم القضايا تهمهم زي ما هي بتهم الناس ودي أعتقد واحدة من الرسائل اللي بيرسلها الأشخاص بمن هم دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة نشوفكم إن شاء الله على كل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة